بعد وصول أكبر شحنة من لقاح كورونا بداية الشهر الجاري بمطار معتيق الدولي التي قدرت بمليوني جرعة من لقاح سينوفارم الصيني أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس بمدينتي طرابلس وبنغازي مستهدفة أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين نحن اليوم في صالة المغرقة في المدينة الرياضية بعد أن تم تجهيز ستين عيادة لحجرة لتطعيمات كورونا طبعاً نحن عندنا مرافق صحية تشتغل المرافق التي تشتغل هدية بالتأكيد قدمت خدمة في الأشهر الماضية المواطنين إقبالهم كان كبير على أماكن التجمعات هدية زي ما جربنا نحن في الخيام التي درناها في مدينة طرابلس كان عدد كبير طعمنا ستين ألف خلال ثلاثة أيام كاميرا التناصح تجولت في مكان التنفيذ الذي كان وفق الجاهزية المطلوبة بستين حجرة تطعيم ومنظومة رقمية متكاملة للاستقبال والتوجيه وإصدار البطاقات وذلك بملعب الخماسيات بالمدينة الرياضية ترابلس طبعا نشكر كل الجهات اللي ساهمت في هذا الإنجاز اللي هو أعداد توسعة حملة تطعيمات بعدد ستين محطة تطعيم على مستوى طرابلس أعداد رفيع المستوى في تقنية عالية من جودة الإلكترونية جودة التعقيم يكون الإمكان مهيئ هنا في مدينة الرياضية تحت برنامج منظم جدا جدا أعداد جدولة للمطاعمين تحسين الوضع التطعيمي تحت حلقة باردة جيدة بأحسن الكوادر الموجودين في ترابلس طبعا كانوا من نخبة موجودين من كل الكوادر الطبية وطبعا كل ترابلس ما شاء الله هم نخبة طبعا نفس المشروع موجود إن شاء الله في بنغازي وحيكون موجود في مصراته وتبدأ في باقية المدن وأكد المسؤولون في إدارة الخدمات الصحية توفير سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقي اللقاح وأن هذه الحملة مستهدفة للأشخاص فوق سن الثامن عشر كما أن الأولوية لكبار السن فوق الستين وأصحاب الأمراض المزمنة إدارة الخدمات الصحية ترابلس قامت بتيسير كافة الإجراءات على المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لبدء تشغيل المحطات الجديدة لتلقي اللقاح